هل تعلم؟ النفس. فالنفسه ما احوجها الى ان تعفو وتصفح. فان العفوة والصفحة من شيء من الكرام. آآ بطبيعة الحال آآ سدينا في هذه الحصة كالعادة واستاذتنا الفاضلة. آآ هند جهناوي حرم منصور. استاذة ومدربة اختصاص واعي. مرحبا بيك استاذتنا. مرحبا. مرحبا. الحال كالعادة في الاخراج والتهثيث سي نوفل آآ شرطاني. مرحبا بالجميع. استاذتنا الفاضلة آآ ما احوجنا اليوم بل ما احوج الذات البشرية. وهذه النفس في آآ معترك الحياة في آآ مصاعب الحياة. في هموم الحياة احبابنا نكرهنا. يعني عقبات. آآ نعيشها. آآ فالنفس آآ تتعرض ربما الى ظل البعض والى ربما اساءة البعض. اساءة البعض. فما احوجها هذه النفس اليوم الى ان تعفوها تصفح وتتسامح. لذلك فالعفو من مكارم الاخلاق السامية والعفو والتسامح خلقان كريمان تحتجه من نفسه البشرية لتتخلص من كل الشوائب التي قد تعلق في القلب من اثر الاذاة. واذا تعلق الاذاة بالقلب واصبح القلب يعني فيه اذاة ولم تتخلص منه النفس بالتسامح والعفو. احنا نعلم جيدا ان في الجسد مضغى وهي القلب اذا سلوها تسلع الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اذن ليتخلصها يعني القلب من اثر الاذاة. وكذلك لا ينعم الافراد بالخير والحب ونشرح الصدر. وهما انما يتحققان بطول صبر وكظمي غيظا واحتساب الاجر. والله سبحانه وتعالى يقول وان تعفو وتصفحوا خير لكم. في عمق الاية هو التسامح. فالتفضلي استادتنا الفضلة في هذا المستوى. وانا متأكد انه مستمعين يعني في شوق الى هذه الحسة. وان يستمعوا الى موضوع هذه الحسة خاصة ما فيها هذا العفو وهذا الصفح وهذا التسامح الذي يعود على النفس البشرية بالراحة والطمأنينة والصحة. والسكينة. والسكينة. تفضل. شكرا سيلا زهر. اه موضوع مهم على الاخر هو الحقيقة على التسامح خطر اكبر طاقة هي طاقة التسامح. خطر اه ربي يسامح وربي يخفر. اه وربي رحيم. دونك انا ازاني نكون اه مياخدى الاوصاف متع الله سبحانه وتعالى اه اه اتسامح. اه اش معاناها التسامح. باش انا نفسر اش معاناها التسامح. التسامح اني انا نسمح الالم. الطاقة سلبية موجودة في اه الجسد متاعي نسمح لها بالرحيل. على خطر انا كي نبدأ اه اشد الحقد على انسان والا اعمالي اذاني ايه اذاني هو وظلمني. لكن انا كان اناش نشد عليها اكل اكل الحست هذكا. معاناها اني انا الالم اذكا قاعد عندي مكبوت في الجسد متاعي موجود في طاقتي. لكن انا كان قنقرر خطر هو في الاخر بالكل حتى تسامح قرار معانا اني انا نقرر باش نسامح. مش اه هكاكا. انا وقت اللي نقرر نهار اللي نقرر باش نسامح. معانا اني انا باش نسمح لك الالم. لك الطاقة السلبية المكبوتة اللي موجودة في الجسد متاعي باش نحنحررها ونخليها تخرج. وقت اللي انا نخليها تخرج ونتحرر منها وقتها انا نرتاح. معانا انت احن كيش نسمح للشخص الاخر. اراه لي صالحي انا وش لي صالحه هو. معنى انا نخمم ليروحي ليروحي انا خطر الروح دي مصافية. الروح تحب الصفاء. تحب التسامح. تحب العفو. تحب الصفح. تحب المغفرة. تحب كل ما هو حاجة ربانية خطر هي الروحة اللي في وسطنا انا واللي اذاني هي نفس الروح هي الروح الالانية. دونك انا كيش نخزر للشخص الاخر باش نسامحه ما نخزره شو هو كمادة ما نخزره شو هو كجسد. اراني انا باش نخزر الروحة نصافح ونعفو ونخفر ونسامح وهدو ملكو الكوكتايل هو كامل لك الروحة مش لجسد. انا باش نوقفك لنا استاذتنا الفاضلة اللي توضحي اكثر. هذه العلاقة الروحية بين الارواح. مم. وليست بين الاجساد. انا نحن اليوم في التعامل. مم. ننظر لبعضنا البعض في مستوى الاجساد. اي. هذيك اكبر غلطة. يعني نحكموا على الناس. مم. من خلال اجسادهم. واضح. لا من خلال ارواحهم ولا من خلال افكارهم. اي. فعنسا فعرش انا حتى مرات انه. ثم مسألة اخرى. استاذتنا الفاضلة. مرات واحد يشوف واحد من اللول انه يقول الشخص دايما احملوه شو نكر هو. وهو معمل لك حتى شيء. الى كتقات. فهمسا. الى كتقات. وبعد وبعد ما يحكي معاه وبعد ما يتواصل معاه واعد. يقول ما افضل هذا الشخص وما احسن هذا الشخص. اه شان هو هذي. يعني لما نحكم على الظاهر تولي مشكلة معناتها. اكيد مشكلة. انا مثلا سيلازر عمالي حاجة مثلا سيئة. ما نخزرلوش هو كسلوكو. بيلزمنيش نحكم انا كواعية. خاطرها هو اه تسامح مش لعبة الكل ينجم يسامحوا معناتها بش نكونوا واضحين. معنات حاس بدرجة الواعي متاع الانسان. اسكو هو بالحق واعي انه هو بش كي يسامح هو بش يرتاح. هو نفسه بش ترتاح. وقالي انسان مش واعي يقول لك ليه انا مستحيل كننجم نسامح. اوكي? دونك انا الانسان اللي اسائلي مثلا سيلازر اسائلي انا ما نخزرلوش ليه سلوكو خاطر سلوكو هاذيك سيفان المعتقداتات explained. سيفان التربية secure. سيفان المجتمع اللي عاش فيه سيفان الانتراج اللي عاش فيه اينا نخزر الروح متاعو روح هذيك رهي روح الله عند احنا نفس الروح. جزا اي نفس الروح متاعربي معنى اعنا ونفخته فيهم الروحي. نعم. معناه انا الروح هذيك نخزر للروح انا نكون صافية اتجاه الروح متاع شخص اذيك من نحكمش على السلوكة متاعو. وكما قلت انتي معانتا كينا بدو عباد ترى واحد تحكم عليهم الضربة اللولة. اذي كتدخل فيها طاقات. معانتا اسكو انا طاقتي متناغم مع طاقتو. هي راهي صحيحة راه. وراهي تنجم تكون صحيحة. معانتا كتبدا انا طاقتي متناغم مع طاقتو نقبلو. كتبدا طاقتي مش متناغم مع طاقتو منقبلوش. خطر هي راهي راهي علم قوية على الاخر. هي حكاية هذه الطاقات وهي موجودة صحيحة. معانتا احنا جزيئات تتاع ترددات. والترددات هي تكون ايجابية تكون سلبية. معانا هانك تبدأ ترددات. لكن هذا يستاذتنا باش نوقفك شوي. هذا نجدوه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فيه فيما معناه. اه. الارواح جنود مجندات. مجندات. بالضبط. ما تعارف منها تلف وما اختلف منها فترقنا. اي بالضبط. معانتا هو ديننا ديننا يحذده. يعني يبايني للمسال هذي. كل شيء موجود في القرآن هو. كل شيء. قريت العلوم الكل اللي احنا توقع دين نقرأ وفيها. الكلها مستندة ولغجيني متاحها الكل من القرآن. بعد اي علم انتي اينا باش نقراه. نرجع للقرآن نلقاه موجود. يعني سواء يعني امور واضحة او بالاجدهاد والنظر والبحث. ايه موجود كل شيء خطر ربي مثلا احنا احكيوا عالتسامح والكل. ربي امرنا باش نسامحوا. ربي امرنا باش نسامحوا. وان تعفوا تصفوا خيرون لكم. ايه بتضبط انا اش نعطي مثلا الانسان ما ما ينجمش يسامح. انا مثلا اش نعطي مثال والمثال اذين حبك تسمعه وتتخيل. اوكي? وباش تعرف انك انتي كان ما سامحتش رك انتي الخاصر. انتي رك باش تخسره. ما يخسر حتى حد معانت الاخر راهو اموره هو ما بين هو ما بين ربي خطر ربي عنده كل شيء معانتا يعرف ما بالنفوس ويعرف انتي شنو اتخم وشنو مش تتخم بي انتي مثلا ماشي في الانا ماشي في في الشارع اوكي? امم. والمتار تصب والدنيا مغيمة والطين ودرشنية والكل كارها بتعديت تجري. امم. اكا الكارها بتعديت تجري مرة تميشي جيت في حفرة وبجري طشتني الكل والطي. امم. طينت من فوق الراسي حتى الاسل سقال. بيه في الحالة هذية شنو باش نعمل انا? شنو نقول لا ما نمشيش نخصد ومش بش نسامحه الشخص هذيك خدر وقذين وخدر ما تصخني وإلا نمشي نخصد والنحيا كالطين خدر انا كاش نعقب الطين حتى باش نمشي من جهة مش نمشي. انا هو الاصح بتضبط نفس الشي كان انتي ما تسامحش معناها اكله. صح هذيك رك مخليته في الجسد دمتاعك ولا مخلية في الجسد دمتاعك. انتي لهزمك تسامح وتنحك الطين عذاك باش انتي ترتاح باش انتي تخف. هو ميتين دقيق جدا معنا طيلا رغم رغم بساطتي الا انه دقيق. اي 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 باش تفهم انه رو بالضبط كي ما انتي ما تحبش بنحيه لو سخ وتقول لا مش باش نسامحه شماتة بشكون انتي بش كنت تشمت تشمت في الاخر في روحك انك انتي بش تقود بمصخة بش تقود انتي معناها اه هزا اه ثقل طين عليك. ايه. زي مش تدوش وتنظف روحك وهو بينه وبين مولاه معناه. شكرا استاذتنا في اه ما ذهبتي اليه وكما قلنا يعني انه اه النفس اليوم ويعني اه كثرت امراضها من بين هذه الامراض انه لا يتسامح ولا يعفو ولا يصفح. ايه اكبر مشكلة. فيكثر يعني تكثر امراض النفس. ايه. ومشكلات النفس. مستمع الا فاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. هل تعلم? بسم الله بالصلاة والسلام على رسول الله. عودنا والعود واحمد. مستمعين الله فاضل. مستمعي اذاة الحياة اف ام في برنامجكم المحبذ هل تعلموا? في حصة نحسب انها مهمة جدا باعتبار انها اه تخاطب اه النفس والبشرية والنفس البشرية اليوم واحوجها الى ان تتخلص من جملة من الشوائب. اه اه وفي هذا التخلص بطبيعة الحالة راحة واطمأنان وآآ سكينة. اه كل هذا يساعد النفس البشرية على ان اه تنحو اه منح ايجابي اه تتشوف لما هو احسن وتتوقع لما هو اه افضل في ظل اه الاطمأنان والرحة اه نفسية. اذا استاذتنا الفاضلة لو نتكلم يعني على هذه الاثار يعني اثار لما اه انا اه اتذكر استاذتنا الفاضلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابتي في المسجد. وقال الان يدخلوا عليكم رجل من اهل الجنة. فقام الكل ينظروا الى ما الى من هذا الذي سيدخله. اه. واحسبوا ان الذي داخله هو عبدالله ابن عمر الخطاع يعني. اه. احسبوا معنا فهم. المهم انه الذي همنا انه داخله صحة. اه. فلما يعني انتفذ المجلس وانتهى المجلس احد الصحابة قال لاتبعنا الرجل واسهله ما الذي يفعله حتى يعني داخله بذلك الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم صادق صدوق. لما قال يعني من اهل الجنة من اهل الجنة. قال فتبعته فاستاذنت عليه ثلاثة ايام ضيافة فاذنى لي. فكنت هو التبع واثار الرجل. فبعد ثلاثة ايام قلت له ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك من اهل الجنة. وما رأيت عليك كثرة سيام او كثرة قيام او كثرة صدقة. فما الذي يعني فعلته حتى يعني ادخلك الجنة. فقال له الذي فعلته اه. لا يتيكه الجميع. لا يتيكه الجميع. قالوا ما هو قال اذا وضعته راسي على المخدة كان قلبي خاليا من كل حقد ومن كل بغض ومن كل حسن. اي. ففكر هذا الصحابي وقال ذاك الذي استطعت يعني انت نجمته. ونحن لم نستطعه. نحن لم نستطعه. نحن لم نستطعه. للاسف برش عبيت ما تتجمش تقول لك ليه انا ما نجمش. لا وشوف ونوصل معنتها في الصفحة. اي اي اي. يعني وعدم الحقد وعدم الفند. اولا النفس مطمئنة. وثانيا ما قالوها ما هو الجنة. الجنة ورضا الله سبحانه والله. هي احسن حاجة معنا الانسان يترقلها. نعم لذلك انو ريدنا نتكلم يعني بصفة نعم على هذه الاثار حتى يتفطنا يعني مستمعون. مستمعين يتفطنوا الى هذه الاثار الايجابية وهذه القوان نعم. حاجة مهمة زي ده كيف كيف كي انا نسامح مناعتي تقوى. نفسيتي مدام انا نفسيتي احسن. واني انا كل الام وكل الطاقة السلبية انا خرجتها من الجسد متاعي. شمعناه? معناها انا سماحت للطاقة متاعي الايجابية موجودة. خطر انا خرجت سلبي دونكش ندخل ايجابي. معناها انا مناعتي تقوى. اه معناها اني انا نولي اه مش نمريضة ما نمرضش. معناها تولي صحتي لباس. على خطر انك. اني انا ما سامحش. طاقة سامة. والطاقة السامة اللطفة يا ربي كتبدا في الجسد شنو تعمل? معنا تجيب الامراف. اخي اللطفة يا ربي مثلا الكونسير. من اسباب الكونسير عدم التسامح. انو انساني يبدأ ما يسمحش. يبدأ عنده ريد تبدأ نار تشعل الداخل. تبدأ نار تشعل. تصور انتي نار تبدأ تشعل. الخلية متاعك تبدأ تحرق. شنو منتظر? يعني يتآكلوا داخلين. يتآكلوا داخلين. بالضبط مع انتها انت الخالية متاع قد تحرق فيهم. والخالية سبحان الله راهي اه تتحسوا. اه خدر احنا مشاعر احنا في الاخر بالكل مشاعر. كتبدا انت عندك مشاعر سادبية. هذيك الكل يؤثر على الصحر. يؤثر على على صحتك على مناعتك على كل الحاجة في حياتك. يا اخي السامة يا اختي المستمعة لهذا البرنامج. نتفطن جميعا الى مثل هذه المسالة التي لا نعيره اهتماما. ايه. وفي الحقيقة هي تعود علينا بالمضرة. ايه. يعني الذي لا يصفح. الذي لا. ليس يعني من العبثة ان يقول الله سبحانه وتعالى وان تعفوا ان تصفح خير خير لكم. فالذي لا يصفح ولا يتسامح هو شخص يعني نعم. يتآكلوا من من الداخل. فتصبح هذه الخلايا عوضة لانها يعني تنمي. تتجدد وتعطي يعني طاقة ايجابية للجسم. فانها تصبح الكآبة والحزن والبغض والربما يؤدي هذا كله الى ان يعني يصبح الانسان يحمل على غيره تلك القتامة والسوداد وانه وكل اعداء. نعم والاحكام. ويصبح كانوا كل اعداء وهو يعني ولا كلهم على خطأ وهو وصح. وهو وصح يعني محوجنا الى هذا يعني فانسان. مفروض انه يعني نبتعد عن كل هذا ونجذر. ونحاول ان نبني في في انفسنا هذا الصفح وهذا التسامح واصل. حاجة مهمة زي دا بشو نقولها رو كل الانسان ما ينجمسي ما ينجمش يسامح الاخر راهو تعرف في الاصل شنوها? انهو ممش هو مسامح روحه. على خطر كان انا مسامحا روحي ومتصل لوحي وموتصالحة مع روحي راني انا نجمسامح الاخر. solution انا بدي راني في سراع داخلينيا كيفاش النجم يخرج من هذه الاعداوى النفسية؟ ما عندك بองه على عدو نفسه عدو نفسه ويزم يتصالح مع نفسه كيفاش يتصالح مع نفسه انهو يقود قادة تصدق مع نفسه يشوف روحه شو شنو اللي مخليني أنا صفابا؟ شنو اللي مقلقني؟ نتصالح معاه؟ نتقبله؟ 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 نتقبل حتى إني أنا صفابا مع نفسي نتقبله خدر إنا قد ما نتقبل الحاجة السلبية في نفسي تمر مرور الكرام ما تقولش معتما نقاوم هاش إني أنا مثلا عندي سلوك خير ما نقولش نشدوك سلوك الخير بننقض في روحي واللون في روحي لا لا كان أنا شنو قد ركز عني بشي زيد لكن أنا نتقبله ونسمح له بالرحيل ونصلحه ونحاول باش نصلح كيفاش نجم ونقوله لمستمعينا وللناس اللي يسمعوا فينا ويقول لك أنا لو لو كان رديت الفقرة نرتحت لا مشو صحيح لو بقيت نتغالع مشو صحيح بقيت المحموس بقيت محموسة لو كان عطيته كفوف لو كان واحد لو كان كذلك خطر عنف داخلي هو الانسان في نار لو صحبت لو عملت كذا فهمت بقيت اني نتغالع بقيت محموسة بقيت كذا فهمت شلو شلو يقول لي ها ولا معا اللي انتي هد من نفسك انتي اتصالح مع نفسك خطر احنا كيفاش الخارجي انعكاس الداخل مع انت انك شنو نبدأ هيجة ونبدأ سوديزون دافع على روحي ونبدأ نعيط ونبدأ عيدائية والكل راني انا في الاصل في الاصل عدائية مع نفسي انا بيدي في سراع مع نفسي بالله بالله لان مش نوقفك لانه هنا يحضروني حديث لرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أمام الصحابة يعني يعني الصحابة وقوة الصحابة وأبو بكر الصديق وعمر بالخطاب يعني قوة خاصة عمر بالخطاب إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجها وإذا مشاء أسرع قولهم الرسول صلى الله عليه وسلم شو كترب يا شو كترب النبوي قولهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعوا دون سرعة فيكم قالوا الذي لا يسرعه الرجال قال لا وإنما الذي يملك نفسه عند الغذب أي هاي القوة هذه الحكمة هاي القوة الذي يملك نفسه عند الغذب ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فلا يتكل فليصمت نعم لأنه في كلامه واللي تم نوع من الرب تجرحك أنت بيش تشعر غيرك معانت ركي جرحت نفسك كل حاجة مهمة عالخر 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 بربي أفهمها وبالحق بالحق راهي هذه بملين راهو بملي كل أنا وياك والعابد الكل عنا عقل باطن العقل الباطن هذك لليو فرق ما بين كلمي مع نفسي وكلمي معك أنت معانتك نبدأ نحكي معك أنت رو في بيلو هو نحكي على نفسي معانتك أنا نسب فيك أنت معانايا رو في بيلو نسب في نفسي وكي أنا نسب في نفسي شمعناها معنى يا راني طيحة تروح وطيحة طاقتي وراني مرضة طول كل دونك انت قبل ما تتكلم شوف اسكو الكلمة اللي بيش تقولها تصلحك ولا بش تدمرك اللي بش تعليك ولا بش تطيحك شوفها شوفها قبل وهذه يعني ربما نعملوه بانوان اللي حصة جديدة بالحق راهو فكر قبل ان تتكلم اي فكر قبل ان تتكلم خطر الكلمة راهية مشي سهلة الكلمة الكلمة الكيمة مشي سهلة ولذلك تعرف لي انو ربي سبحانه عدعي لحذر ماذا قال وما يلفظ من قولا الا لديه رقيب العتيد يعني رد بالك شنوه رد بالك شنوه شنوه قادة تقول ثم شنوه قال وقولوا للناس حسنا شوفت ما احلى هذا الكلام الذي يبني النفس فتكون هذه النفس يعني مطمئنة ومرتاحة ومستمع هنا لو فاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا ما احلى هذا الكلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا مستمع الافاظ المستمعي ذات الحياة يفهم القيروان للصحة في برنامجكم مفضل هل تعلموا كما قلنا في حصة عنوان هل تعلموا ان الاف هو الصفح من سلامة النفس وكما قلنا نامح وجهنا يعني اليوم له هذا الصفح الذي يبني ولا يهدم يبني النفس تطمئن النفس ترتاح النفس وايضا يبني العلاقة مع الاخر فيكون التواصل ويكون التضامن ويكون التعاون والكل نعرف انه رب سبحانه وتعالى يأكد على الكلمة الطيبة هذه الكلمة التي تنفع وهذه الكلمة التي تجعلك تؤثر غيرك على نفسك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذه الكلمة الطيبة التي نادى بها الاسلام لما قال وقولوا للناس حسنة فعلى الضوء يعني هذه الكلمة الطيبة يمكن ان تبني العلاقة علاقة سليمة علاقة عنوانها المحبة عنوانها الصدق في القول عنوانها الخلاص في العمل عنوانها الاحترام عنوانها احترام هذه الذات البشرية لما تحترم غيرك انت تحترم نفسك لما يعني تريد لغيرك الخير يعني عرضت الخير لنفسك يعني لما تؤثر يعني الغير على نفسك يعني أنت في النهاية أثرت نفسك فوجدت يعني هذه الراحة وهذه التمأنينة وربما أستاذتنا الفاضلة اليوم يعني كثرت هذه الأمراض النفسانية انتناق انطلاقا من البغض والحسد وعدم العفو على الناس وعدم التسامح بما يمكن وننصح يعني مستمعين اليوم في شوارعنا في مدارسنا في بيوتنا في علاقتنا ببعضنا البعض فضل قبل حتى ما ننصح بش نقول حاجة مهمة على الأخر زي كيف كيف انك انت كما تسامحش تعرفش تصير لك في حياتك تصير لك بلوكاش معناها انت مثلا تبدأ حاطة هداف وحاطة ناوية تحب تعملها وتبدأ تجري وطلهت وتعمل وتبدأ قاتل روحك معناها بش تحب توصل لها الحكاية هديك لكن ما تنجحش وما توصل لهيش عليش؟ تجي تشوف الجذر الجذر انك انت عندك عدم تسامح عدم صفح عدم عفو للآخر على خطر انتك تسامح بش تحل البيبين بش تخلي البيبين تفتح لك أكثر وأكثر وفيه تعط ربي الله ما فيهش وإذا كان سامحه أكيد أكيد هو ربي أمرنا بالصفح وأمرنا بالدسامح ما لن تون نسمعهم حديث قدوسي قل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدي أنت تريد وأنا أريد فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد فما الذي يريد والله سبحانه وتعالى المحبة والصدق والعفو وأن تعف وتصفى وخير لكم بالكلمة الطيبة هذا الذي يريده بالحق أي فهمت أيواش في هذا اللي تعارونا خاطر العبد يلزم بالحق يسامح وخاطر هو بش يحل نتأثرت برسا وستادتنا تأثرت برسا فهمت نعم لا بالحق خاطر يلزم إنسان يسامح خاطر هو بش يخاطر كلمة ربي يسرق كوي هذه الدموع التي يراها في عينيك هي ندلت على شي تدل على عفوك وصفحك وحبك للناس وحبك لهذه الإذاعة وحبك لمستمعين نعم نقول إن أنا يلزم نسامح يلزم ناصفح على خاطر ربي يحبني أنا كي نسامح معانة إني أنا سمحت نفسي وربي يحب لي الخير يحب لي الخير ربي يحب لي الخير لو افهموا رب ربي يحبنا الخير معانة ربي أقربنا من أي إنسان على وجه الأرض عنا أحنا أقربنا معانة هو ربي يحبك وإنتي ما تحبش نفسك رب يقول لك سامح باش انتي ترتاح وانتي بنتجمش تسامح الاخر سامح الاخر خضر انتي كتسامح صدقني تاو تشوف قديش برشة حاجة مزينا باش تتحلك في 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 وكلهم رب مستمعين لكلهم نتصور يعني كلهم على اقل يعرفوا الحديث هذا المدى لكن ما يتبقوش ما يتبقوش احنا اشكاليتها في التصبيق اشنا هو الحديث هذا او كما يقول الرسول صلى الله وسلم ارحموا من في الارض ارحموا من في السماء اي 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 هو قائم على الاخذ والعطاء قائم على التسامح انتي كتسامح غيرك رك ما انت سامحت نفسك كان انتي كتسامح مع انك انك انتي حليت الطاقة وسخرت الروحك الكون شكرا يا حسن شكرا سخرت الروحك الكون كامل يولي تحت امرتك هو دي جاء الكون ليه سفا سفا وهو الكون دي جاء رب يسخروا تحت امرتنا معناها انتي اوعى افهم اه افهم رو انتي اي عمل اي سلوك اي فعل تعملو ارهو لصالحك انتي قبل لصالح الاخر ارهو رب يخزرنا الاعمالنا يخزرنا النفوسنا يخزرنا الداخل الداخل ما يخزرش المضارم تاعنا انت شنو لابسنو مش كلابس ما يخزرش ما يخزرش يخزرلك الداخل اي شنو تقول لهم الناس اللي اسموا فينا وربما انه اه فما بتباعد الحياة لشكون اللي اه يعني اه لانت نفسه واصبحت لينة لما نقول وربما انه ربما انه يعني يعني يقف مع نفسه ويحاسبها وحاسبه انفسكم قبل عنده وحاسبه وزنه وعمالكم قبل ان توزن عليكم والبعض الاخر بزي اللي عنده شعار والله الم يشوف والله vegetarian انت حياتك كيفاش انت اللي متسامحش شوف انت حياتك كيفاش عندك مشاكل صحيق عندك مشاكل في العلاقات عندك مشاكل مع ابنائك عندك مشكل مع الشريكة انتك مشكل في خدمتك عندك مشكل في المال شوف في situation كان لقيت انتي حاجات من هادوما وكان مش وثنين ولا ثلاثة. رو عندك اشكال في عاد متلا سامح. عشان قلو للازواج في علاقاتهم بزوجاتهم والزوجات في علاقاتهم بازواجهم. يكونوا يكونوا متسامحين مع بعضهم. ما يسيرش حتى كان انتي اسأت. انا نعديلك. خطر نعرف انا مش مش نحكم على سلوكك. انا ما نحكمش على سلوك. خطر انتي سلوك انتي شنو خممت. لكن انا نسامح. نسامحك. وهنا بتبعت الحال يعني انا اتكلمت على الازواج لانو الاسرة نوات المجتمع. ايه. والرسول صلى الله وسلم يقول خيركم خيركم الاهلي وانا خيركم الاهلي. ايه. ايه. وربي سبحانه وتعالى يقول وعاشر وهنا بالمعروف. بالمعروف. ايه. في المعروف يعني يأتي بالاحسان. والعائلة هي كما قلت انتي نوات هي بعتش تولي مجتمع. معناها ايه انا كي نبدأ انا متسامحة. ومتسامحة مع زوجي. وزوجي متسامح. ومتسامح معي ايه انا. دي جابش نبدو متسامحين مع صغارنا. ايه. وصغارنا كي هم يكونوا هم عندهم البازة متاع التسامح والبازة متاع الرأفة والرحمة والكل كيش يخرجوا للشرع كيفاش بيش يخرجوا. بالضبط ايه. دي جابش عندهم بص صحيحة قوية. ولذلك يقل الشر. ويقل. الطبيعة يقل الشر. خاطر نوالي انا معاش نخزر لك كبني ايه. معنا كجسد. شوالي نخزر لك روح ربي. فما روح موجودة فيك. اللي هي روح مقدسة. راي روح مقدسة. شكرا نستاذتنا في مذهبتي اليه. فلو ربما انو حاولا ربما نحاولا نقف على النقاط يعني المهمة والهامة في مذهبتي اليه باختصار. فنقول من اثار التسامح والصفحة الذي امرنا به الله سبحانه وتعالى. ولتكون هناك نفس مطمئنة. وايضا في صحة جيدة. ايه. ايه الصحة اهم حاجة. التي تساعد على انو الانسان يقوم بكل مسؤولياته. نقول من هذه الاثار رحمة بالمسيء. مه. وتقدير الضعف البشري فيه. مه. امتثال اوامر الله وطاعته وان تعفو وتصفع خير لكم. توثيق الروابط والعراء الاجتماعية. آآ نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نيل التقوى. ايضا الشعور بالراحة والسكون والهدوء في النفس. وهذا يساعد النفس على ان تكون تواقع الى ما هو افضل وى ما هو احسن وقوية. آآ. ثم آآ نيل العزة والمنعة والقوة. ثم تحقيق الالفة والمحبة والمودة بين افراد المجتمع. ثم ايضا نيل مكانة الرفيع عند الله وعند الناس. كان ثم عندك حاجة تضيفة الخاطر الحصة. اه انتهى. انا مش نضيف. ابدأوا بعامكم جديد عام الفين واثين وعشرين. ابدأوا بالصفحة. اليوم. اليوم قررت بعد ما سمعتني انت اليوم. اي انسان اسألك. كلك سوى الاساءة لي اسألك. كلك سوى عمل لك ذنب عمل سامح. 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 خطر انت كتسامحرك انت عندك جبل حمل على كتافك باش يتنحى. سامح وتتشوف قد اشتريح. شكرا اذا المستمعين على فاضل المستمعي ذات الحياة اف ام. اه شكرا على استماعكم اه لنا. وشكرا لأستاذتنا الفاضلة هند جهناوي حرام منصور. واي استاذة ومدرب اختصاص اه وعي. شكر لها موصول. كذلك شكر اه لاخينا نوفي الشرطاني في التثيث والاخراج. معا اه بطبيعة الحالة. تحيات الدكتور لازهر بن علي البريكي. شكرا واي للقاء.